اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تقريبا بحدود اخر ربع ساعة او عشر دقائق هي اللي بتحكي فيها عن الابرج طبعا بالنسبة لليوم توقعاتنا احنا ليوم الاربعة ستة وعشرين ايار اللي هو ستة وعشرين خمسة القمر ما زال موجود في العقرب يعني الان موعد بث الحلقة القمر لسه بالعقرب في منزلة الشولة وهي للظفر والتفريق والسلامة والربح والخراب والتسليط ورح يمكث فيها حتى تمام الساعة تسعة وخمسة وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج من صباح يوم الاربعة لا ينتقل بعدها القمر لمنزلة النعائم وهي للاصلاح والسرعة والتقريب والتفريق على كلا الحالتين القمر اليوم والشمس اثنين منتحسات فعشان هيك يعني اليوم بدي يكون ضاغط على الجميع فخلينا احنا نكمل وبعدين منعرف لايش اول اشي بالنسبة للقمر ما زال موجود بالعقرب رح يظل موجود بالعقرب لغاية ساعات الصباح فبما انه من الان موعد بث الحلقة لغاية ساعات الصباح في العقرب في هاي الفترة منكون اكثر تطرفا في تصرفاتنا وبتزيد الشوي كمان منصير عصبيين يا منحبه بشدة يا منكرهه بشدة نشعر بالانتقاد والغيرة وبيلعب الجنس دور ملحوظ في حياتنا ولكن بشكل سلبي يجب ان نسيطر على مشاعرنا بشكل جيد لانه ممكن ننفجر في من حولنا وهذا اشي اكيد اليوم العصبي رح تكون واضحة على الجميع خصوصا على المستوى العاطفي او مع احبائنا طبعا ممكن اليوم نتفقد تأمين او تأمين على اساس انه لو تعرض الانسان لاي حادث وبحاجة لتأمين انه يتأكد انه تأمين وشغال اثنين انه كثير اليوم بيكون في عنا ميول للعنف او للسادية او للقسوة او للتعجرف او للكلام الجارح فبرضو بتكونوا منتبهين اما بالنسبة للزاوية اللي رح تتشكل من بعد الحلقة قبل خلو المسار ذكرناها يوم الامس لازم نعيدها ونذكرها اليوم هي زاوية تسديس ايجابية بين القمر وبين بلوتو وهاي رح تكون الساعة التسعة وتسعة عشر دقيقة مساء من مساء الليلة اللي هي مساء الثلاثاء على الاربعاء بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وافكارنا وبنتمكن من الغوص عميقا في نفسنا واحداث التغييرات المطلوبة طبعا بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ خلو المسار بما اني بدي احكي عن بداية خلو المسار فلازم اذكر الزاوية اللي قبلها حتى لو انا كنت ذاكرها فالساعة تسعة وتسعة عشر دقيقة بيبدأ خلو المسار وبيستمر لغاية ساعات الصباح اللي هو من صباح يوم الاربعاء لغاية الساعة ثنتين وتسعة وثلاثين دقيقة صباحا هذا بيعني انه الفترة المذكورة ما بين الساعة تسعة وتسعة عشر دقيقة مساء لغاية الساعة ثنتين وتسعة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش هاي فترة لا تصلح لا اي عمل جديد او البدء بعمل جديد او توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار طبعا الساعة ثنتين وتسعة وثلاثين دقيقة صباحا بصير القمر انتقل وصار بالقوس فعشان هيك شوي بحسن من نفسيتنا رغم انه رح يكون فيه خسوف شوي بكون ضاغط على النفسية فعشان هيك اشي يعني الطبيعي انه نشعر بالابتهاج ولكن الواقع انه في نوع من انواع الضغط فمنلاقي انه قسم كبير من الاشخاص عندهم اما كآبة او ملل او هيك بحسوا بنوع من انواع الضغوط اليوم فعشان هيك بتكون تنتبهوا اثناء تنقلاتكم اثناء نقاشاتكم حواراتكم اللي عنده امتحان برضو نفس الشيء بنصحش اي واحد يتجه باتجاه اقتراض المال اللي عنده امتحانات بده يدمها ويركز فيها بشكل جيد ما تدخلوا باي مراهنات مهما كانت لانه تقريبا الوضع صعب على المراهنات وممكن يفشل برضو اثناء تنقلاتكم بسيارة على الشوارع المفتوحة بتكونوا حذرين طبعا بالنسبة للزاوية اللي رح تصير ما بعد خلو المسار هي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر وبين المشتري وهاي رح تكون الساعة اربعة وتسعة وعشرين دقيقة صباحا يجب توخي الحذر ممن يحاولون استغلال طيبتنا وكرمنا اما بالنسبة للزاوية اللي هي سبب الخسوف او اللي هي بصير فيها الخسوف هي زاوية التقابل السلبية بين القمر والشمس اللي بتدل على انه القمر اكتمل مئة بالمئة الساعة 11 و13 دقيقة ظهرا بيكتمل القمر وببدأ الخسوف برضو في نفس اللحظة طيب عشان نشرح ايش فائدة الخسوف يعني نسمع انه خسوف وكسوف خسوف وكسوف احنا كبشر شو منستفيد منه بما انه هو ضغط من خلال الكسوف الخسوف احنا منعرف نرتب الاشهر من الجديد يعني بتترتب الاشهر ومنعرف منتصف الشهر وبداية الشهر الكسوف بعطينا بداية الشهر الخسوف بعطينا منتصف الشهر فعشان هيك بتكرر خلال الشهر اكثر من مرة عشان احنا نتأكد انه الشهر هذا صحيح ولا ناقص يوم ولا زايد يوم. هاي بس معلومة. حبيت ان اعطيكوا اياها عرضية. طيب. اول اشي بالنسبة لهذا الخسوف. السوبر مون. القمر العملاق. القمر الدموي الاحمر. المش عارف ايش. هو بالحقيقة هذا الكسوف هو نفس الكسوف اللي صار في الالفين وخمسطعش. الخسوف اعفوا. صار في الالفين وخمسطعش. اه برضو نفس الشيء اتزاما انه القمر بيكون قمر عملاق. اه طبعا معنى عملاق مش انه اه بصير اكبر من حجمه بثلاثين مرة او بعشرين مرة او بمرتين. وهو بزيد خمسطعش بالمية بالحجم. واضاءته بتصير اقوى. بصير لونه نحاسي او على حمر. مش لون احمر غامق ولا دموي ولا هذا. طبعا بما انه هو هذا الخسوف رح يكون موجود اه بالجزء الاخر من الكرة الارضية. لانه القمر رح يكون بالجزء الاخر. واحنا بالشرق الاوسط وبقى يعني بالجزيرة العربية وهي بكون عنا نهار. فاحنا اه خسوف القمر ما رح نشوفه. طيب الدول اللي رح تشوف هذا الخسوف هي الدول اللي بتيجي اه مثلا مناطق اه انحاء المحيط الهادي. ااسيا. جنوب شرق ااسيا. اليابان. استراليا. اه نيوزلندا. اه غرب امريكا الشمالية. اه يعني امريكا الجنوبية. هدولا هم اللي رح يشوفه الخسوف. طبعا الخسوف هاد اه زي ما حكينا انه اه يعني مش هالشيء الخطر اللي اللي بديقعد سنوات وبدي يؤثر علينا عشر سنوات واللي للسنة الجاية. الخسوف تأثيره عادة او الكسوف تأثيره ثلاث ايام ما قبل. والثلاث ايام اللي بعد هي اساس التأثيرات. هذا الخسوف تحديدا تأثيراته رح تستمر معنى لنهاية الشهر. ورح نحكي لا شو الاسباب انه رح يستمر لنهاية الشهر وبتكون تكونوا منتبهين. طبعا مدة الخسوف هي اربعتاشر دقيقة وثلاثين ثانية بالضبط واكتماله يعني بمعنى اخر اللي هي من لحظة ما يغلق القرص بالكامل بظل الارض. فبقعد تقريبا اربعتاشر دقيقة. اما طبله وبعده هي ثلاث ساعات بثلاث ساعات اللي هي عبور الظل. طبعا ما رح نركز عليها لانه اكيد ما فيش حد رح يطلع يصور وهي لهوات التصوير واللي بحبوا يراقبوا هاي الامور. وبما انه مش في المنطقة العربية اللي في المنطقة الاوروبية او اللي في امريكا هم اللي رح ينتبوا لهذا الموضوع. طيب اول اشي اه بيجي بيسأل واحد بيقولك طب شو تأثيراته هذا الخصوف يعني عادة يفضل لما بصير الكسوف او الخصوف انه نمتنع احنا عن اتخاذ قرارات مهمة والابتعاد عن الالتزام والامتنع عن شراء حاجيات ثمينة يعني بنكون دقيقين بمعنى اخر. برضو نصبح اكثر عرضة للمرض الجسدي والنفسي وهذا رح نشرحه. عشان هيك بدكو مننصحش احنا اجراء عمليات جراحية بالفترة هاي لانه شوي بكون اللي هي ميوعة الدم او ممكن يصير نزيف او اشياء هاي بما انه له علاقة بالخصوف معناته هي بتدل على الجزر يعني بمعنى قلة السوال او قلة الدم او اللي زي هيك ممكن تصير. اه منحذر دائما من اللي بيشتغلوا بالادوات الحادة اللي بتطلب تركيز انه هم اللي يكونوا منتبهين اللي بيشربوا او بيتعاطوا كحوليات او مخدرات او مسكنات بدهم ينتبهوا بهاي الفترة لانه بصير هو فيش تركيز وكمان بدك تاخد اشياء ما تخليك تركز فهذا الاشي رح يأثر عليك بشكل سلبي. ما مننصح بالمنافسات نهائيا بالفترة هاي او التحديات طبعا بيزول تأثير السلبي زي ما حكينا بعد ثلاث ايام ولكن هذا الخصوف تحديدا رح يستمر تأثيره لنهاية الشهر وطبعا لعدة اسباب السبب الاول انه يوم سبعة وعشرين له ثاني يوم الخصوف في زاويتين رح يتشكلوا هدولة زاويتين شوي رح يزيدوا من عمر الخصوف ورح يأثروا الزاوية الاولى هي زاوية التقابل رح يتكون بين القمر وبين الزهرة فعشان هيك رح نلاقي انه تأثيرات عاطفية اكثر بكثير من الاشي العادي فعشان هيك اللي عندهم مشاكل عاطفية هم اكثر ناس بدهم ينتبهوا في خلال الايام القادمة اول اشي الزاوية هاي اللي ذكرناها بين القمر والزهرة بتخلي المحبطين عاطفيا شوي يصيروا اه يفكروا بالمال او ارضاء الطرف الاخر بالمال او يتجهوا للاسراف المالي بدون حساب فبدهم ينتبهوا لهاي النقاط الزاوية الثانية هي زاوية التربيع رح تكون بين الزهرة وبين نبتون وهاي رح تسبب متاعب عاطفية كبيرة رح تصير لها علاقة بالناحية الجنسية يعني بمعنى اخر او بناش نقعد نشرح فيها المهم المتاعب بتيجي من ناحية جنسي عاطفية جنسية يعني تحرش اه تعدي اه ضعف جنسي شغلات زي هيك هي اللي تتأثر او ذكريات لها علاقة بهاي الامور اما بالنسبة للاشي الثاني اللي بسبب انه تأثيرات الخصوف رح تطول انه مساء يوم تسعة وعشرين خمسة رح يبدأ تراجع عطارد فعشان هيك لازم ننتبه اكثر لتصرفاتنا اليومية وننتبه لاي خطوة جديدة بدنا نقوم فيها او نبدأ فيها بشكل اه دقيق كبير كلامنا حوارنا تنقلاتنا بدنا ننتبه لها بشكل اه يعني اه بشكل انه نكون مركزين عليه طبعا اي شخص بيشعر بتعب صحي لازم يستشير الطبيب وخاصة اه اللي عندهم امراض بالفقرات او عندهم تشنجات عضلية او عندهم مشاكل بالقلب هدولا نقاط الضعف اللي بدهم هدولا الاشخاص اللي بدهم يركزوا عليها ما يجدوا حالهم ما يرفعوا اوزان ثقيلة اذا شعروا باي شيء يراجعوا الطبيب اللي بيعانوا من الوسواس برضو الوسواس المرضي او الوسواس النفسي او اه اللي عندهم تخيلات هدولا برضو بدهم ينتبهوا على حالهم كثير يحاولوا قدر الامكان انهم ما يقعدوا لحالهم يحاولوا يختلطوا بالمجتمع يطلعوا من الجو انه هو يقعد مع حاله وصير يفكر في هاي الامور لانه ممكن هذه الامور تأثر عليهم بشكل سلبي طبعا بما انه الخسوف رح يكون على الدرجة خمسة وشوي من الدرجة فتأثيره رح يكون بشكل قوي جدا على موليد ثمانية وعشرين احداعش اللي هم من موليد برج القوس هدولا هم اكثر ناس بدهم يكون عندهم حذر من كل اللي احنا ذكر تحديدا ليش لانه الخسوف عندهم وبما انه بد يصير عندهم هم اكثر المتأذين منه ولنهاية الشهر طبعا مش لسنوات بس بدهم ينتبهوا للنقطة هاي وثمانية وعشرين احداعش من اي سنة كانت مش شرط لسنة معينة فعشان هيك التنبيه عام لكل الموليد طيب بالنسبة للي برجهم او طالعهم بختلف عن القوس ايش بدنا نحكي لهم نيجي منحكي اول اشي خلينا نحكي عن برج برج او طالع طالع برج وطالع ونشوف كل واحد ايش بدنا نحذره او ايش بده ينتبه بالفترة هاي اول ايش بدنا نحكي عن اللي طالعهم وبرجهم الحمل هدولة منحذرهم في مسائل الى علاقة بالسفر البعيد اذا بدهم يسافروا ينتبهوا لأوراقهم حقائبهم موعد التذكرة الطيارة بدهم ينتبهوا برضو للمعاملات والاوراق القضائية بدهم يتجنبوا اه اه شيء له علاقة با اه اه اماكن المجهولة يعني يحاولوا انهم ما يدخلوا على اماكن مجهولة بالفترة هاي اثناء اتصالاتهم حواراتهم برضو بدهم ينتبهوا على احد الوالدين ممكن شوي يكون تعبان بحاجة للرعاية بالفترة هاي اما بالنسبة لموليد برج الثور واللي طالعهم الثور هدولة بدهم يركزوا على الامور اللي الها علاقة بالاموال وخصوصا الاموال المشتركة ممكن شوي يكون فيه تهديد لغرامات او يكون متطلب منهم اموال او ايشي له علاقة بمشاكل لها علاقة بالميراث او بتركة او اموال مشتركة خصوصا برضو بدهم ينتبهوا طلاب الجامعات من خلافات داخل الجامعة او اثناء الدراسة اما بالنسبة لبرجهم الجوزاء وطالعهم الجوزاء بدهم هدولة ينتبهوا لانه هنا مقابلهم تماما وهذا له علاقة بالشراكة العاطفية والمالية فبنيجي على الازواج اللي علاقتهم بينهم وبين ازواجهم فيها مشاكل هدولة اكثر ناس بدهم ينتبهوا عشان ما تزيد الفجوة او يصير خلاف ما بينهم وبرضو يعني العلاقات الزوجية تحديدا ما يصير متاعب فيها وبرضو متاعب مع شريك المال وتنتبهوا من توقيع اي عقد واذا اضطريته بتكون توقعه عقد بتكون دقيقه بكل تفاصيله برضو منقول انه الفترة هاي لا تصلح للعقود او زواج خصوصا عشان فترة الخسوف ولا نهاية الشهر يعني من ننصحش بعقود زواج بالفترة هاي لموليد برج الجوزاء اما بالنسبة لطالعهم او برجهم السرطان هنا بدهم ينتبهوا على الجانب الصحي وعلى علاقتهم مع زملائهم في مجال العمل على الارتباطات بالعمل بدهم ينتبهوا من رفع حاجيات ثقيلة عن الارض لانه عرضة بيت الصحة هاد فبدهم ينتبهوا على صحتهم على اسفل الظهر عندهم زي ما حكينا على الفقرات الام الظهر هاي تحديدا وبرضو على علاقتهم مع زملائهم او اي شيء له علاقة بالعمل بالنسبة للي طالعهم الاسد وبرجهم الاسد وهدولة تحديدا بدهم ينتبهوا لانه تقريبا التأثير هذا بيت حظ لهم فلما ينعكس سلبا عليهم فتأثيره بكون على الاحباء علاقتهم مع احباءهم مع المقربين مع ابنائهم مع نساهم بدهم ينتبهوا من التهور اثناء التعامل مع كل من ذكرناهم من المقربين لهم وبرضو ما في داعي لتجربة الحظ مهما كانت الظروف يعني تقول والله بدراهن على هاي الامور ده جرب حظي فهي الامور ممكن انه الامر يكون فاشل وتكون في نتائج سلبي للموضوع فعشان هيك بدكوا تنتبهوا لكل اللي احنا ذكرنا اما بالنسبة للي طالعوا وبرجوا العذراء طالعوا او برجوا العذراء بدهم ينتبهوا من الامور اللي الها علاقة بالبيت مشاجرات داخل البيت او خلافات عائلية المعاملات بيع عقار او شراء عقار بدهم ينتبهوا من فقدان حاجيات ثمينة داخل المنزل او السرقة مثلا بتعدوا عن شراء اغراض للبيت اللي اذا تفقدتوها بشكل كامل كفالتها تأمينها انتبهوا برضو من الادوات الحدي داخل المطبخ اما بالنسبة للي طالعوا او برجوا الميزان علاقتهم مع الاخوة بدهم يكونوا حذرين فيها ينتبهوا اثناء التعامل من سوء تفاهم او حوار نقاش ما بينهم وبين احد الجيران او اثناء تنقلاتهم بالشوارع ممكن يدخل على شارع يقول والله انا رايح من هذا الطريق ويتفاجئ انه في ازمة ويعلق بالازمة ويضيع عليه موعد بدهم ينتبهوا برضو من الامور اللي لها علاقة بالامتحانات وخصوصا طلاب المدارس وبرضو بدهم ينتبهوا اثناء نقاشاتهم وحواراتهم لان العصبية بتكون مسيطرة عليهم وما يعتمدوا على الحدس بشكل كبير اما بالنسبة للي طالعهم او برجهم العقرب هدولا بدهم ينتبهوا على ميزانيتهم بدهم ينتبهوا على اموالهم تعاملهم المالي بدهم ينتبهوا من السرقة من فقدان المال من النفقات من الاسراف هاي الامور المالية هي اكثر شيء بدكوا تركزوا عليه يا موليد برج العقرب بالفترة هاي وحاولوا ما توقعوا على عقودة جديدة وما تدخلوا بمغامرات مالية اما بالنسبة للي طالعهم او برجهم القوس زي ما حكينا اهم اشخاص هم موليد 28-11 اللي بدهم ينتبهوا اما باقي موليد برج القوس بدهم ينتبهوا من اي خطوة جديدة بدهم يعملوها حتى ولو كانت صغيرة او كبيرة في جميع المجالات بدكم تدققوا فيها ما تتهوروا ما تتسرعوا ركزوا على كل حيثياتها اما بالنسبة للي طالعوا او برج الجدي هدولا بدهم ينتبهوا من ايش بدهم ينتبهوا من الفتن من المؤامرات اللي تحاك عليهم بالخفاء بدهم ينتبهوا من اشخاص ممكن يكونوا يحكوا لهم شر يتجنبوا ورفع اشياء ثقيلة عن الارض برضو حفاظا على اسفل الظهر او الاصابات لانه الخسوف في بيت المتاعب الو علاقة برضو بالصحة وبرضو بما انه الو علاقة بالسوائل برضو انتبهوا خصوصا اللي عندهم مشاكل في سوائل الجسم او حتى في الدم اما بالنسبة للي طالعوا او برج الدلو بدهم ينتبهوا للعلاقات علاقاتهم مع الاصدقاء بدهم يتجنبوا الصدامات بدهم ينتبهوا من الاماكن المجهولة او المزدحمة حاولوا تتجنب الدخول تتجنب الدخول في نقاشات مع الاحبة او الحوارات لانه شوي هاي العلاقة شوي بالعلاقات فعشان هيك بتكون تنتبهوا اثناء تعاملكم او اثناء علاقاتكم اما بالنسبة للي طالعوا او برج الحوت هذولا بدهم يديروا بالهم من المسئوليات يقدوا مسئولياتهم على اكمل وجه خصوصا في مجال العمل ممكن يتعرض بعضهم لبعض العقوبات المهنية حافظوا على سمعتكم قدر الامكان ما تحاولوا انكم تدخلوا باي مجازفات ممكن انها تشوه السمعة بالفترة القادمة طبعا لنهاية الشهر زي ما حكينا اما بالنسبة للقمر بما انه رح يكون موجود بالقوس فخلو المسار القادم رح يكون يوم الخميس سبعة وعشرين خمسة بيبدأ في تمام الساعة خمسة وخمسة وثلاثين دقيقة مساء وبيستمر لليوم التالي اي يوم الجمعة ثمانية وعشرين خمسة حتى تمام الساعة ثنتين وثلاثة وعشرين دقيقة صباحا لينتقل بعدها القمر لبرج الجدي بالنسبة لعمر القمر القمر المكتمل زي ما حكينا خمسة عشر يوم في تمام الساعة أربعة وستة واربعين دقيقة عصرا بيصبح ستة عشر يوم نسبة الإضاءة مية في المية لانه فول مون زي ما حكينا أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجوزاء حتى يوم واحد وعشرين ستة منتحسة بنسبة عشرين في المية القمر في العقرب دي انتقل القوس لغاية يوم ثمانية وعشرين خمسة منتحس بنسبة خمسة عشر في المية عطارد في الجوزاء حتى يوم تسع وعشرين خمسة سعيد بنسبة ستين في المية الزهرة في الجوزاء حتى يوم اثنين ستة طبعا الان هي سعيدة ولكن في ساعة الظهر بتصير منتحسة بنسبة خمسة في المية المريخ في السرطان حتى يوم احدعش ستة سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية المشتري في الحوت حتى يوم عشرين زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 11 عشرة منتحس بنسبة 40% أورانوس في الثورة حتى يوم 28 سعيد بنسبة 15% نبتون في الحوت حتى يوم 25 ستة سعيد بنسبة 15% بلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 16 منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعاً بتظل الفرصة لها علاقة بالمكاسب المالية مصدر المكاسب هاي بتيجي الشراكة أو التعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لكم بحاجة للرعاية بالفترة هاي حاول إنه تناقشوا بليونة ودبلوماسية ممكن تضطر لتقديم بعض التنازلات أو تصحيح بعض الأخطاء حاول إنك تتقبل آراء الآخرين بدون أي تحفظات في ساعات الصباح طبعاً بتنشطوا في مجال الدراسة ومجال السفر لاتصالات ولكن أهم شيء زي ما نبهنا إنه الخصوف فبدكوا تكونوا حذرين في هاي المسائل ممكن تشعروا ببعض التقلبات العاطفية ما بينك وبين الأحبة حاولوا إنكوا تتجاوبوا مع أحبائكم بدون عصبية وتزمت في الرأي ممكن تخرج في رحلة أو تروج العمل أو تحصل على معلومات ما كنت تتوقعها بيكون عندك نوع من أنواع النجاح في بعض المسائل العاطفية والعائلية إذا حاولت إنك تحلها بشكل عقلاني برج الثور بيظل الاهتمام كله على تدعيم شراكاتكم شراكة المال أو شراكة العاطفة أهم إشي إنك تحافظ على هدوء عصابك ونبرد صوتك وما تعرض لقاءاتك أو اتصالاتك أو حواراتك للفشل هذا الضغط رح يظل مستمر معك لغاية ساعات الصباح أهم إشي إنك تحذر من الخصام ما تعادي أحد لتجنب الخلافات كليا خصمك في هاي الفترة بيكون قاوي لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح يبتنشغله في أعادة ضبط أموركم المالية سارعوا لتهدئة الأجواء هاي فترة مناسبة للإطلاع على أراء الغير ممكن تطلق اليوم مساعدي أو تعاطف عليك التحلي بالليوني والتفكير الموضوعي برج الجوزاء بتظل الأمور إلها علاقة بالعمل وتراكم العمل والأمور الصحية فعشان هيك حاولوا أنك تنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم حتى لو اشتغلت وقت إضافي نضموا جدوى الغذائكم وخذوا قصد كافي من الراحة ممكن ترتاح لسير بعض الأمور الروتينية بالرغم من كثافتها راعي وضعك الصحي ممكن تعيد ترتيب أوضاعك اليوم وتتحسن أحوالك لغاية ساعات الصبح من ساعات الصباح طبعا بتنجحوا بالتفاهم مع شركائكم ولكن بدكوا تنتبهوا أن الفترة هاي لا تصلح لخطبة ولا لزواج طاقتكم بتكون ضعيفة فيها فعشان هيك هاي فترة فيها نوع من أنواع سلبية وضاغطة ما بينفعك فيها سوى الصبر والمورونة ممكن تتعرض لبعض المضايقات أو الخلافات برج السرطان بتجتازوا يوم إيجابي بيبعث على البهج والإنشراح طبعا بتظلها الأمور إيجابية معك لغاية ساعات الصباح ممكن تحقق إنجاز أو أهم إشي أنك تضع مخاوفك جانبا ما تتهرب من الأجواء الأجواء المناسبة دعملة إليك لغاية ساعات الصباح ولكن من ساعات الصباح بتكون تنتبهوا أن القمر بيكون انتقل للقوس لا بيتكم السادس بتكون تنتبهوا على صحتكم أكثر بتكون تنتبهوا على غذائكم وعلى راحتكم حاول إنك تكون منظم أحسن إدارة عملك حاذر من الجدال مع المعاونين وحاول إنك ما تهمل صحتك حاول إنك برضو ما تأجل ولا تماطل عملك حتى لو اضطررت للعمل لساعات إضافية برج الأسد بتنهمكوا في إعادة إدخال تعديل على مسكنكم منكم ممكن يغير سكنه أو يميل بعضكم لأفراد العائلة أو تقرب منهم أو مد يد العون لهم أهم إشي إنك ما تسمح لبعض الالتباسات العائلية أو الشخصية بأنها تأثر على استقرارك ممكن تنهمك بحل مسألة عائلية أو شخصية أو ممكن هيك شوي تكون قلق أو تتدمر لأقل الإشارات لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح طبعا الأجواء بتتغير شوي ولكن ممكن تعطي شوي إنه هي من المفروض إنك بتشتد رغبتك للتقرب من أحبائك ولكن ممكن اليوم يكون فيه نفور أو خلاف أو نقاش أو سوء تفاهم ما بينك وبين الأحبة فبدك تنتبه لهذه النقطة حاول إنه ما تدخل في أي تجربة للحظ ممكن شوي تحس إنه فيه أشياء بتدعمك نسبيا في بعض النقاط اللي لها علاقة تغيير جو مثلا أو مرح أو هيك نوع من أنواع الدعم النفسي ولكن إنه ضغط الخسوف رح يأثر عليك على عواطفك بشكل كبير ما تهمل أهم شي الواجبات اتجاه العائلة واتجاه الأحبة برج العذراء بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالدراسة والسفر والاتصالات ومن الآن لغاية ساعات الصباح ممكن تخرج بنزهة أو تعزز العلاقة ما بينك وبين أخ أو جار الجو جيد للمفاوضات الحثيثة والمفيدة حاول أنك تعبر عن رأيك وفاوض بجراءة في هذه اللحظات أنت بتتمتع بسرعة خاطر وقدرة على الإقناع لغاية ساعات الصباح تقريبا بعدها بتصير الأجواء أنه بتركزوا على إشيء العلاقة بالبيت أو العائلة ممكن خلاف نقاش حوار عطل منزلي ممكن شوي يصير فيه سوء تفاهم أو حدية بالحوار أهم إشي أنه يعني تحاول أنك أنت تعطي الاهتمام والمسؤولية تجاه العائلة ما تتهرب من مسؤولياتك صحيح أن الأجواء عدائية ومتوترة ولكن هذا يوم بعدين الأجواء بتصير أحسن أهم إشي برضو أنك تراعي وضعك الصحي بشكل جيد برج الميزان بينصب اهتمامكم حول ضبط ميزانيتكم والفرصة بتكون شوي إلها علاقة بالأمور المالية ممكن ترتيب وضع مالي أو دفعات أو اهتمامات مالية ولكن بدك تنتبه على أمورك المالية ما تخوض أشياء إلها علاقة بالوضع المالي أو مصاريف الزيادة بالفترة ممكن شوي يكون فيه نوع من أنواع الإرهاق أو القلق من وضع مالي معين طبعا هاي الأمور بتضل لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح ممكن يصير فيه عندكم حركة أو عندكم موعيد كثيرة أو تنقلات كثيرة خلال هذا اليوم برضو ممكن يكون فيه تعامل ما بينك وبين أخ أو جار أو تعزيز العلاقة معهم حاول قدر الإمكان أنه أنت ما تعتمد كثير على سرعة بديتك خلال هذا اليوم حاول أنك برضو ما تكون جريء كثير يعني بمعنى متهور ادرس حركتك بشكل جيد إلا الجواء تقريبا يعني مش بالضغط الكبير عليك ولكن أنه برضو بدك تنتبه من العصبية والحوار وأثناء تنقلاتك وقيادتك للسيارة برج العقرب طبعا بيظل النشاط موجود رغم أنه داخليا عندك ضغط نفسي أو إحباط أو ملل أو شوي هيك متقلب بالمزاج أو إشي بضغط على مزاجك ونفسيتك لغاية ساعات الصباح يعني تقريبا مش الضغط السلبي ولكن هيك بتحس أن الأمور هي سهلة يعني الأمور في حواليك ما فيها أي مشكلة ولكن أنت المشكلة عندك أنك أنت المضغوط طاقة عندك شوي بتشعرك بالضغط فعشانك بدك تنتبه من هاي النقطة لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بدك تنتبه على الأمور المالية على ضبط مزانيتك امتنع عن المشتريات الغير ضرورية ممكن تهتم بمسائل الحالقة بتوظيف الأموال بدك تكون منتبه ما توقع على أي عقدة أو ورقة بدون ما تدرسها بشكل جيد وتركز عليها بشكل جيد على أساس أنه ما تتسجل عليك أو برضو بدك تنتبه على أموالك من الصرقة أو الضياع برج القوس طبعا الأجواء زي ما حكينا أنه القمر بما أنه موجود من الآن لغاية الصباح في العقرب في المتاعب فبتظل الأمور ضاغطة نفسيا وصحيا حاول أنه طبعا ما في مخاطر كبيرة ولكن برضو التحذير واجب حاول أنك تنجز فقط ما بوسعك من عمل ضروري حاول أنك تخلد للراحة ابعد عن المغامرة والرهان والحض ممكن شوي يكون هيك تحس في تراجع في الأرباح أو المعنويات أو الحيوية أهم شيء أنك ما تجازف بسلامتك في فترة الصباح بيزول التعب شوي ممكن يكون في بعض النشاط والحيوية عندك زيادة ولكن الخسوف هو اللي شوي رح يدخلك في زي حالة نفسية تشعر بطاقة ضعيفة بالملل قسم منكم ممكن يحس حاله بده يبكي أو بده يبعد عن الناس ما يختلط بالناس فبدكوا تنتبهوا لهذه النقطة شوي من ساعات ما بعد الظهر أو عند المغرب بتحس الطاقة اختلفت شوي بتحس فيه نوع من أنواع النشاط صار عندك وبتستعيد سيطرتك على أمورك بشكل جيد برج الجدي طبعا بيظل اهتمامكم عن النشاط الاجتماعي وممكن تلتقوا بعض الأشخاص بترتحولهم أو لصحبتهم ممكن شوي تحقق أمني بمساعدة صديق لا إلك ولكن بدك تنتبه من الخلافات أو النقاشات أو الحوارات ما بينك وبين الأصدقاء أو سوء التفاهم برضو انتبه أثناء تفاعلك مع المسؤولين حاول أنك تتعامل بمرونة في ساعات الصباح بدكوا تنتبهوا بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم ممكن شوي تحس أنه هدأت وتيرتك شوي بطل في عندك نشاط وممكن توصل حتى لحد الركود ممكن تلغي اليوم مشاريعك أو تعاني من تراجع معنوي أو صحي أهم شي إنك ما تحسم أمر الفترة هاي سلبية ومخيبة للآمال وممكن تندم على أي خطوة بتقوم فيها القمر وجوده بالقوس وأخلوه والخسوف اللي رح يصير هدولا عاملين بضغطوا على النفسية بشكل كبير فبتطلب منك إنك تشحن حالك بطاقة إيجابية حاول إنك تختلط بالأشخاص اللي حواليك ما تقعد لحالك عشان العزل ما تأثر عليك بشكل سلبي برج الدلو طبعا ظل الأجواء جيدة لأمور الحلاقة بالعمل وعلاقتكم مع زملائكم أو رؤسائكم بالعمل أو المسؤولين عنكم أهم مش إنك تحافظ على هدوءك ما تحاول إثارة الفتن هاي فترة مهمة جدا وبتمتحنك بشكل كبير أهم مش إنك ما تضعف وما تستسلم وما ترتكب الأخطاء طبعا هاي الأمور بتظل غاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بتنشطو في أمور إلها علاقة بالأصدقاء ممكن لقاء حوار نقاش ممكن مساعدة أحد الأصدقاء لإلك ممكن تحقق أمني اليوم بمساعدة صديق ولكن بدك تحذر من الخلافات اللي ممكن تخسر من خلالها صديق بتتسع الأفاق عندك وبتحتفل بنجاح أو تطور علاقة ممكن تعزز شعبيتك تحصد أرباح اليوم جيدة من خلال أصدقاء أو الأقارب يعني اليوم بتخف الضغوط الشوية عليك ولكن ما تطمئن كثير لأنه الخسوف برضو بضغط على الأصدقاء وعلى العلاقات الاجتماعية فممكن منه نصير فيه نوع من أنواع الخلاف أو سوء التفاهم ما بينك وبين أحد الأصدقاء برج الحوت طبعا بتكون تنتبهوا إذا عندك تنقلات على الشوارع المفتوحة أو طرق مفتوحة أو سفر بتكون تنتبهوا بشكل كبير حاول أنك ما تغامر، ما تستعجل، ما تأسرع بالسياقة تفقد أغراضك، مقتنياتك، أي شيء أنت حامله معك اللي عنده امتحان، برضو نفس الشيء بده يدرس ويستعد ما يعتمد على الحضوض نهائيا ممكن يجيك خبر مزعج من بعيد شوي يدخلك بنوع من القلق أو الخوف أو عدم الارتياح ولكن هاي كلها ضغوط نفسية ما تخلي العمل النفسي سيطر عليك بشكل كبير في ساعات الصباح بتنجحوا بالمحافظة على سمعتكم ما تسمحوا لأي شيء أنه شوه سمعتكم أو يتآمر عليكم بالخفاء انتبهوا على إنجازاتكم القائمة ما تحاول أنك تخرب علاقتك أنت والمسؤولين أو الناس اللي حواليك اهدئ من روعك، ما تنفعل اتجنب مخالفة القوانين ويحرص على استقرار قدر الإمكان لأن القمر زي ما حكينا في بيت السمعة والخصوف في بيت السمعة فأهم إشي إنك تحافظ على سمعتك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء